مرحبا شكرا ان تابعتكم تيك مشن اليوم راح اعرفكم على معاناتي بعالم فلاشات سوني وعلى الحل اللي جابته سوني لهالمعانات يمكن كلمة معانات مانا عادلة تماما لان كتير بشعر بالامتنان لعلامة جو دوكس اللي استخدمت الفلاشات تبعتها بكاميرات سوني من اول ما ببلش استخدم كاميرات سوني لحد اليوم اكشيلي لحد قبل اسبوع وقت اللي شبت هذا الفلاش الجديد هلأ بشرح لكم ليش كان في عندي معانات نسبيا مع الجو دوكس سوني الجديد HVL F82RM تابعونا فاذا متل ما خبرتكن من اول ما ببلش اصور بكاميرات سوني كان خياري بالفلاشات هو جو داكس ليش اخترت جو داكس بهذاك الوقت بمنتحة البساطة لانه فلاش جو داكس 500 و 600 درهم كان يعمل نفس الشغل تبع فلاش سوني لحوق 2600 او 3000 درهم جو داكس بتصمم تصاميم كتير ذكية يمكن هي مانا الاجمل من حيث الشكل الفلاش كان بلقي شوي كبير بالحجم لكن بنفس الوقت كان اداءه عالي وكان توافقه مع كاميرا سوني كتير عالي مشكلتي الوحيدة معه انه انا ماني مصور بفلاشات من قبل انا دخلت على التصوير بعد عالم الفيلم بالتسعينات بالقرن الماضي دخلت على التصوير مع كاميرات الميرورلس مامر ريد بالمرحلة تبع دي اس الار ما امر بالمرحلة تبع دي اس الار ما صور بالفلاشات التقليدية تبع دي اس الار المشكلة كانت انه الانترفيس او واجهة المستخدم ما كانت سهلة بالنسبة لي هلا رح يضحكوا علي كتير عالا لانه اي حدا صور بدي اس الار من قبل بواجهة المستخدم تبع فلاشات جو دوكس بالنسبة لي له شربة مي ما حيكون عنده مشكلة فيه ابدا لكن انا جاي جديد ومتعود صرت على كل شي بشكله الجديد بسهولة الوصول له بشاشات اللمس بالتحكم من الموبايل هالانترفيس ما كان كتير سهل بالنسبة لي اني ادخله مو بس هيك انا صحيحة بالنهاية عرفت كيف استخدم الفلاشات وزبطتها وكنتصور فيها واخدت فيها صور كتير حلوة لكن مع ذلك كل تغيير كان يصير لأي سبب ان كان كنت اتعذب لحتى ارجع اضبط كل شي مثل ما انا بنتي ايا الحقيقة جو دوكس بتقدم مجموعة ممتازة من الفلاشات لكاميرات سوني ولغير كاميرات كمان اللي بيميز انهم لسوني هو حرف اس باخر الاسم انا كنت استخدمت ثلاثة تي تي ستة تمانية خمسة اس تي تي تمانمية وستين تو اس وتي تي تلاتمية وخمسين اس والثلاثة كانوا كتير حلوين الحية واداء ممتاز من حيث القوة والتزامن وسرعة التعباية بعض الصورة هنين شوي ضخمين بس مو كتير وتواصلهم مع الكاميرا من الهاتشو موثوق وسريع وفعال وما عندي اي شي سلبي قولوا عنهم واكيد بنصح اللي عم بيفتش عن فلاشات تقليدية لسوني انه يشتريهم سوني اليوم قدمت حل هاي المشكلة للي ولكل الناس اللي متلي اللي ما قادرين يتفاهموا مع الانترفيس القديم تبع الفلاشات هالفلاش الصغير هذا اهم ميزة فيه صدقوا اولاد وصدقوا انه ما في شاشة هذا الفلاش تتحكم فيه بشكل كامل من داخل الكاميرا من قائمة الكاميرا ذات نفسها كل شي مطلوب منك على الفلاش ذات نفسه انك تحدد اذا بدك يا ماستر ولا بدك يا سلايف بمعنى اذا بدك يا هوي على الكاميرا او فلاش خارجي ببساطة في عنا هذا المفتاح منختار on بيصير هوي الماستر بيصير هوي اللي راح نسبته على الكاميرا ورح يأمر البقية A او B او C بتخليهي جزء من الجروب A او من الجروب B او الجروب C فيه ابسط من هيك بمفتاح كتير بسيط بدل ما ندخل بالقوائم ونتعذب لحتى نعرف انه كيف بده نحوله للTTL وبعدين نحوله للسلايف وبعدين نحوله للجروب A هون بيخطوا كتير بسيطة A انتهت البصة بعد هيك الفلاش الماستر اللي انا حطه على الكاميرا بيفتح هوي القائمة تبع الكاميرا الخاصة باعدادات الفلاش من هونيك انا بقدر خصص كل جروب من هدول الجروبات شو رح يعمل اما هلأ فرح خبركم عن كيف موصل هذا الجهاز بالكاميرا بمنتهى البساطة وكمان كيف موصل عنده اجهزة منه سوا نحنا بيكون في عنا اكتر من جهاز انا على سبيل المثال اشتريت اربعة هدول الاربعة بيختار منهم الماستر وبضغط زر البيرنج ضعطة طويلة على الماستر واول واحد بديها يكون سليف بخلص البيرنج تبعه بخلال خمس ثواني بنتقل للجهاز السليف الثاني والثالث وهكذا لو ما بخلص كل شي برجع بضغط زر البيرنج على الماستر وبتنتهي القصة هون كل ما بشغلهم بيكونوا قريبا جاهزين للتصوير بشكل كامل قبل ما احكي لكم عن تجربتي مع هذا الفلاش خلي خبركم عن تصميم الخارجي تبعه وعن المواصفات التقنية بالشكل الخارجي سوني ما تمدي مبدأ البساطة الشديدة وهو مبدأ المفضل بالتكنولوجيا اللمبة من فوق طبعا مع زاوية انحناء للباونس من صفر إلى مئة وعشرين درجة الفلاش بشتغل على بطاريتين اي 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 بيجي طبعا مع قاعدة مصغرة وهي القاعدة المصغرة ممكن تثبت على الترايبود الوصل اللي بتتفاعل مع الكاميرا معدنية وقوية جدا ومحمية جدا حتى بهاي القطعة اللي بتحميها من الغبار والرطوبة الوصل بالكاميرا سهل مجرد انه نحطه على هاتشو ونقفل بهالشكل واجهة المستخدم من ابسط ما يكون زر التشغيل بيعطي خيارات ON للفلاش اللي رح يتركب على الكاميرا سواء كان عم يشتغل لوحده او رح يكون كوماندر يشتغل مع فلاشات خارجية عنا كمان A و B و C لما بنشغل على اي واحدة منهم بيصير الفلاش خارجي ضمن المجموعة A او B او C وكل مجموعة ممكن يكون فيها عدد غير محدود من الفلاشات في عنا زر LEVEL بيخلي نقدر نرفع سطاعة الفلاش او ننزلها انتبهوا انه اذا رفعتوها من الكاميرا وبعدين رفعتوها من هون بيصير في عنا رفع مرتين كل خيار هدول مستقل عن تاني تماما في عنا زر التست اللي هو بنفس الوقت زر الجاهزية لازم يصير ضوه متواصل قبل ما نصور بالفلاش زر الاقتران بيربط الفلاش مع فلاشات اخرى ليشتغلوا مع بعض لاسلكيا وفي عنا مصباح ليفرجين حالة الاقتران ومصباح CMD ليفرجين اي فلاش هو الكوماندر نفس البساطة الموجودة بالتصميم الخارجي تنتقل لطريقة الاستخدام اذا عم تستخدم جهاز واحد بس على الكاميرا حطه على ON ووصله مع الكاميرا واختار زر مخصص من الكاميرا لاعدادات الفلاش من هون بنختار نمط الفلاش انا بصور TTL بس في كتار بيحبوا يصوروا مانيول مثلا كمان في عنا مالتي لنصور اكتر من فلاش وراء بعض اثناء التعريض الطويل Long Exposure من هون بنختار كمان ال Compensation ومنصور اذا كنتوا عم تصوروا مع فلاش خارجي او اكتر لازم نعمل اقتران منحضر فلاش يكون الكاميرا يعني منحطه على ON وفلاش او اكتر يكون ريسيفر يعني على A او B او C ومنعمل Pairing منبدأ بالكامير وواحد من الريسيفر منضغط Pairing كم ثانية وبيمشي الحال بعدين بيضل الكوماندر بالPairing Mode ومنجيب الريسيفر الثاني ومنضغط Pairing عليه وهكذا لما منخلص نعمل ضغطه صغيره على الكوماندر ومنصير جاهزين كمان مرة منتحكم بكل شي من الكاميرا وهالشي بيشمل حتى قوة الفلاش بكل مجموعة او نسبة قوة الفلاش من القوة الاجمالية بالمواصفات التقنية الفلاش صغير الحجم من معيار 28 او اللي منسميه Guide Number 28 يعني على الكاميرا مناسب للتصوير 50 مليمتر في عنده اتصال لاسلكي قوي وثابت ومحمي ضد عوامل التقص وبدعم TTL ومانيول والاهم بيدعم معيارة الفلاش اوتوماتيكيا بناء على الاوتوفوكس على الوجه البشري الوزن الابعاد 65.1 ضرب 83.5 ضرب 91.4 مليمتر بيدعم High Speed Sync يعني بيشتغل مع اي شطر سبيد بدنا وما بيحدد لنا شطر سبيد الممكن بيشتغل ببطاريتين AA وبدعم لحد 110 فلاشات قبل ما تخلص البطارية اذا كنا عم نستخدم بطاريات الكلين عادية بيصور لحد 10 فلاشات بالثانية الحقيقة تجربتي مع هذا الفلاش ترجع بتأكد لي الشي اللي انا مقامن فيه من زمان افضل انواع التكنولوجيا هي ابسط انواع التكنولوجيا هالفلاش البسيط اللي ما في شاشة خلفية وما في قوائم معقدة وما في اي شيء في مجموعة ازرار كتير بسيطة هو اللي حلل لي مشكلتي كشخص قادم الى عالم الميرروليس وما مر بفترة DSLR هو اللي حلل لي مشكلتي بالخوف من التصوير بالفلاش هذا الفلاش رح يخليني انطلق بمجالات اخرى من التصوير سواء الداخلي او الخارجي كنت اتخوف منها لانه ببساطة كنت اتخوف من استخدام الفلاش شكرا متابعتكم هالفيديو ان شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتابوني على انستغرام وانا بشوفكم بالفيديو القادم موسيقى اشتركوا في القناة